لنأخذ الكلمة عن الممرضة والمسؤولة على قسم البدنية اليوم في المستشفى صدق نقدم أهلا وسهلا بك إن شاء الله عيدك مبروك وكل عام متحرك عارك بك عيشك مارك الله فيك كنا على المستشفى اليوم والله الجو بالنسبة لي نحن عادل من نقوم بحسة الاستمرار متاعنا هدية سواء كان في أيامات العيد الفترة وعيد الرضحة أو الأيام متاع العياد الوطنية ولا غير ذلك أو راحات الأسبوعية يعني يقوم العمل المتاعنا بنفس الوطنية بنفس الريتم عادة يكون هنا القسم معبي يعني فيه زحام برشا الحمد لله سناء عيد سناء معناها موش ما فيش برشا مرضى ما فيش برشا تعب ما فيش يخرجوا معناتها نهارة الايدة تخرج فما فما ليعطوهم يعطوهم أطوريزا سنسورتي عدي لنهار عيد والغضوة يرجع الزوار معناتها موجودين يجوا زوروا فيه الزوار من الساعة السابعة من صباحا حتى هؤلاء السابعة مساهي يزوروا معناتها وكترش من هكه الشي قليهم لا هاتيك صحة ترضي عشك يا ربان كله مازلنا متواصلين في الجولة المستشفى صدق المقدم اليوم أكيد جواء العيد وجواء عيد الفتر معنا تول الدكتور عبد الرزاق بوخشيم رئيس قسم الاستعجالي والعيادات الخارجي أهله سهلا بك سي عبد الرزاق وصدق كل عام وانت حي بخير عسلامة وعيدكم مبروك كل عام وانت محيين بخير مرحبا بك سعاد الرزاق كانت تحكينا على أجواء العيد اليوم كيفاش يختاروك انت بذات مع انت رئيس القسم تكون من نازمك موجود وإلا دوريا لا لا احنا عنا نعمل تبلود وقارد دوريين اليوم خاطر نتداولوا على الحصص الاستمرار اليوم انا باش نعمل حسة الاستمرار جا عندي انا الدور اليوم ربي عام وانت متقلق شوية ممكن من العائلة يكيد اجواء العيد والله طبعا واحد باش لازم باش يتقلق عيد واحد ماذا بيهديما باحد الفاميليا متاعه معروف لكن هذي مجبور لازم في عيد خطري اذا مش باش نعملانا باش يعمل زاميلي ولذا بالتداول كل مرة واحد يعمل بالنسبة لازم العيد كيفيش مرضى اقبال عادي وإلا كيما لك سير الايام وإلا مع تفهم اقبال عادي والله هي عادي عادي كيما سير الايام كينو ما هوش عيد كيما سير الايام كينو ما هوش عيد نقدمو معناها بالنفس الريتم متاع الرمضان ولا متاع الفتار ديكم حالات استعجالية تطلب منها؟ جايونا جايونا حالات استعجالية عنا مريض رقدناها في قسم الجراحة عنا مريض هاو طوبة اليوم وعنا مريض زوز مرضى وهو الثالث طويكة بشرق دو في قسم التب العام فماش مرضى ممكن اليوم هكيد بعد رمضان وبعد السيام ممكن فماش كون يتقلق ياكل برشة اتقلقوش حاجة مع التوب؟ ان يتقلقوا تغيير قالت ياكل تغيير حاجة مع الماكلة ممكن العشية وجاءو في الليل هتوك اما تويك الأمراض عادية لحظنا حتى شكون متاع الفوشيك لحظنا التغيير بالطاح و ملحنا الفوشيك التفشيك اللي يلعبو بيه ثم صغار ضربوا واحد خرج من الجامعة على العين وبفوشيكة همتب لكي نستعل وجودك سيادت؟ أعطينا نصيحة لكل الممكن اللي بشي شاهدونا من جربة سكوبة بالنسبة للأكل كيفاش إما أنت تدرج يقع في الأكل والله إما الأحسن يبدأوا بالحاجات الخفيفة لنهار الأول ونهار الثاني وبعد يبدأوا يأخذوا في الريتم بشوية بشوية خطر كان بش يمشيوا في الريتم بتاع الفطار بش يتقلقوره يلزم بشوية بشوية ويبعدوا الوجبات على بعضها وبعد يمشي بشوية 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 وكل واحد ولي بدأ نمتعو كل واحد ولي بدأ نمتعو بالنسبة للإستقبال المرضى ممكن نعرف عيد وممكن الناس الكل اللي بتحب تعيد في ديارة ونعرفوا نفسية المريض خاصة كما بتلك حساسية يوم العيد كيفاش يقع استقبال المرضى يدوم والإحاطة بهم والله إحنا إلى حد الآن تويكة اليوم ملقيناش مشاكل معناها المرضى أكل جاء ولكل نستقبلوا فيهم عادي وهو مزادة يتعدى وعادين ما شفناش مشاكل إلى حد الآن وحمد لله بس شكرا لك ساعة عبدالله يا عايشك بارك الله وفيك بارك الله وفيهم رئيس قسم السعجالي والعيادات الخارج شكرا لكم يا عايشك وإن شاء الله عيدكم مبروك كل عامتم حايم خير شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم